انه يشبه الارانب العادية لكنه اكبر منها حجما يقوم دائما بتنظيف وجهه وشعيراته بهدف مسح الرايحات القديمة التي قد تختلط بالروائح الجديدة اما من خرا وشعيرات الارنب الوحشي فتتحرك دائما مما يعني ان حواسها متيقظة سبحان الله يختبئ الارنب الوحشي بين الشجيرات والشقوق الفخرية او في كهوف لكن لا تنسوا بأيانا